حضرت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين الثقافة والأثار اليوم افتتاح جناح مملكة البحرين في معرض العمارة الدولي السابع عشر في مدينة البندقية الإيطالية والذي يحمل عنوان في المحرق وتختصر البحرين عبر جناحها الذي تنظمه الهيئة جهود التطوير العمراني وعملية أحياء الذاكرة الثقافية لمدينة المحرق عبر الدمج ما بين مشاريع الحفاظ على المباني التاريخية ومشاريع حديثة تتماشى مع عراقة وأصالة الملامح العمرانية للمدينة وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة بالرغم من كافة الظروف التي فرضتها علينا الأزمة الصحية العالمية استطعنا أن نشارك للمرة السادسة على التوالي في بنالي البندقية للعمارة هذا الحدث العالمي الذي يفتح لنا نافذة لإطلاع العالم على ما نمتلكه من منجز حضاري وفنون إنسانية ومعمارية وأضافت لمحرق هي عنوان حضورنا هذه المرة في المعرض فهذه المدينة العريقة بكل ما فيها من إرث حضاري وتاريخي تعكس ما يمكن للمدن التاريخية أن تحتويه من حكايات إنسانية تجمع شعوب العالم على أرضية مشتركة فهي عاصمة البحرين القديمة ومركز تجارة اللؤلؤ في الخليج ومنارة ثقافية شكلت صورة العمل الثقافي في المنطقة وعربت معاليها عن سعادتها للمشاركة في هذا المحفل العالمي الذي شهد تحقيق إنجازات للبحرين حيث فاز جناح المملكة خلال عام 2010 بجائزة الأسد الذهبي وفاز كتاب مشاركة البحرين في المعرض في نسخته الخامسة عشر بجائزة أجمل كتاب من مكتب الاتحاد السويسري للثقافة مشاركة مملكة البحرين في بناء الهندسة المرة السادسة موضوع هذا العام عن طريق اللؤلؤ في المحرق عنوان هذا العرض المميز عبارة عن طاولة مقطة بالمادة المستخدمة في البناء المحلي النورة وتحتل المواقع التي تم تطويرها والمباني التي تشكل مسار اللؤلؤ الوجهة الأولى التي نتمنى أن تكون مقصداً لسياحة ثقافية وتنمية مستدامة هذا الجناح يحكي عن قصة هذا المشروع الضحف ويعرف بكل المباني العمرانية وبالساحات وبالبيوت التقافية مشروع مسار اللؤلؤ هو مشروع يتصل أكيد بتجارة اللؤلؤ بالبحرين بس أيضاً بإعادة تأهيل المدينة التاريخية في المحرق من خلال مسار اللؤلؤ الذي هو مسجل على قائمة التراث العالمي مسار اللؤلؤ يتضمن 17 مشروع ترميم 17 ساحة عامة مصار 3.5 كيلو من قلعة بوماهر جنوباً إلى مسجد سيادي ومجلس سيادي شمالاً ويروي من خلال هذا المصار رواية وأهمية تجارة اللؤلؤ للمحرق والبحرين إجمالاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر